سؤال يصيلنا كثير لماذا استعجلت الجزائر زيارة تبون إلى البرتغال بعد الإعلان الذي حدث عن دعم لشبونة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء حقيقة هذا السؤال مهم أنا تحدثت عن بعض الجوانب في حلقة المراقب السابقة وذكرت بعض المعطيات وقلت بأن هذه الزيارة تم الحديث عنها من قبل وهذا الأمر حدث في أكتوبر نعم في أكتوبر لما زار وزير الخارجي البرتغالي في جزائر والتقى مع تبون اسمعوا وشقال تشرفت باستقبالي من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيث نقلت له التحيات الخالصة لرئيس البرتغال أكدت له اهتمامنا وحرصنا لدعوته لزيارة البرتغال في غضون 2023 قال أكدت له اهتمامنا وحرصنا على دعوته لزيارة البرتغال في غضون سنة 2023 لم تحدث ولا قال في بداية ولا منتصف ولا نهاية قال في غضون 2023 بعد ذلك حسب متابعتي أنه لم يجري الحديث على تحذيرات ولا وقع التسريبات إعلامية بأن تبون سيزور البرتغال ولا تبون أجرى حوارات تحدث في أنه سيزور البرتغال ولا شيء جرى الحديث عن زيارة فرنسا زيارة روسيا التي من المفروض في شهر مايو هكذا أكدها تبون من قبل ولللحظة هذه فيها حديث عن تأجيلات وهناك صحيفة روسية تحدثت أنها ستكون في منتصف الشهر القادم ومعناها أنه زيارة فرنسا اللي هي في النصف الثاني من شهر جوان القادم ربما رح يضطروا يأجلوها شوي وكذا وكذا لأنه بوتين لم يقبل ولن يقبل بزيارة تبون لفرنسا قبل أن يزور روسيا هذه من جهة من جهة أخرى إن حدث العكس وزار تبون فرنسا قبل روسيا معناها أن الأمور ليست على ما يرام مع الروس هذه الحقيقة المهم هو تحدث لهم اللهنة بأنها في غضون 2023 بعد استقبال عمار بن لاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية للسفير للسفير البرتغال وظهرت صورته أنه شبه غاضب عليه وتحدثوا عملت أنذاك بيان وزارة الخارجية على أنه حديث حول العلاقات وأشياء وما إلى ذلك وقضية التطورات الإقليمية والعاء الدولية ومشعر فواش واحترام الشرعية الدولية واضح بأنه الكلام لدار بابين عمار بن لاني وسفير البرتغال يتعلق بموقف البرتغال الدعم للحكم الذاتي في الصحة ولم يتم ذكر أي إشارة توحي إلى أن ذلك الحضور ولا ذلك الاستقبال ولا الاستدعاء المقنن هو هدف ترتيبات لحول زيارة تبون ولا شيء ولم يحدث شيء كانت أهم زيارة تبون في مايو هي زيارة فرنسا وروسيا نحن الآن رأنا في أواخر شهر مايو للحظة هذه راه زيارة تعروسيا لم يظهر عليها أي شيء هل ستكون في نهاية هذا في الأيام القادمة هل ستكون بالفعل تم تأجيلها زيارة فرنسا أيضا راه عليها علامات استفهام قد يتم تأجيلها أيضا المهم الوضع هذا هو الأمور وفجأة تظهر زيارة البرتغال المعلومات التي وصلتني من مصادر دبلوماسية تقول بأن الجزائر عندما استدعت السفير والبرتغالي وأيضا من خلال حركات عملتها مع البرتغال من خلال تحركات للأجهزة أنهم الجزائر هي التي طلبت استعجال هذه الزيارة أولا زيارة الدولة دائما تأتي بدعوة من الدولة التي سيزور هذا الرئيس معناها زيارة الدولة لا يمكن أن تكون إلا بدعوة رسمية من طرف البرتغال تبون لا يمكن أن يكون زيارة دولة مثل هذا النوع يعني حقيقة أما أنه يكون زيارة دولة وهو اللي يطلبها مش معقول لكن ممكن أنها تكون أظهرت البرتغال من خلال ما سمعتوه عن الوزير الخارجية أنها هناك رغبة في زيارة وخلال 2023 وأن الجانب الجزائري اتصل بالبرتغال قال لهم الآن يجب أن نرطب هذه الزيارة في ظل هذه الظروف لأن أجند التبون بعد ذلك لا تكون خلال 2023 لا ما عنده لا أجندة ولا شيء ما عنده حتى شيء راح قاعد الكيس يدور يوكل ويرقد وساعة ساعة يقول له أظهر في الإعلام ديرنا شوية مهرجان وخلي يضحك الناس على وشغلهم بتفاهات وهي مجل إذن المعلومات الذي حدث أن الجزائر هي التي طلبت من البرتغال بضرورة التعجيل بهذه الزيارة الهدف الهدف من هذه الزيارة راه واضح هو المغرب حيث كما تشاهدون ها هي جريدة الشروق كتبت فضائح الرباط مع حلفائها الأوروبيين تقوي موقف الجزائر الرئيس تبون في مهمة لمحاصرة مناورات النظام المغربي هذا اعتراف من صحيفة جزائرية لها صيطها وصوتها في البلاد تقول بأن هذه الزيارة من أجل المغرب واضح ما قلتش بأنها زيارة من أجل مصالح الدولة الجزائرية زيارة من أجل ترتيب أشياء تكون في صالح الجزائر من أجل نفوذ الجزائر في أوروبا ما قلتش هذا الكلام قلت لمحاصرة مناورات النظام المغربي كيف لشبونة أعلنت ما أعلنته في خصوص الحكم الذاتي ومن خلال ما حدث ما بين رئيس حكومتها وأيضا رئيس الحكومة المغربي هذا أنه البرتغال أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي وإشادتها به هذا واضح هذه ليست مناورة هذه ليست مناورة حتى تسميها هذا واقع هذا واقع دبلوماسي معلن بصفة رسمية من البرتغال أوكي ومن المغرب هذا واضح وبرقية لوكالة الأنباء الرسمية ولا توجد أي تكذيبات من البرتغال حول هذا المأمر مش مثل ما حدث للجزائر مع إيطاليا ولا خرجوا للسفارة خرجوا للسفارة سفير البرتغال لما التقى مع عمر بلالي وخرج قال ما أوردته المغرب رهي مجرد أكاذيب ولا شيء من هذا القبيل مما يوحي على أن ما حدث صحيح مثل ما أوردته وكالة الأنباء المغربي أما قضية المناورات ربما أن هذا واقع وأن المغرب يناور باش يدفع نحو أمور أخرى من حقه ومن حق الجزائر أن تناور لكن المغرب راهي يناور لنفرضها جدا حطها لي بين ظفرين راهي يناور كما قالت الجريدة راهي قضيته يقول لك قضيتي الأولى قضيتي الوطنية الأولى الصحراء مغربية القضية تتعلق بوحدتي الطرابية بأكيد يناوروا يدير كل شيء وانت عليش رايح تناور هناك لماذا الجزائر رايحة تدي في الاقتصاد وتدي في الأموال وترهن في الجزائر وتعطي في الغاز بأقل من سعر التكلفة لماذا؟ باش البرتغال ما تروحش مع المغرب في قضية الصحراء لا إله إلا الله يعني عندما نقول لكم باللي راهي ثروات الجزائر راهي الظية لقضية البوليزاريو كانت قضية عند النظام واشه هي؟ أصبحت الآن وكر للفساد والمفسدين وأصبحت مضيعة للمال ومضيعة للجهد ومضيعة للوقت ومضيعة للحلفاء هذا هو الواقع إذن تبون في هذه المهمة حسب معلوماتنا أن الجزائر هي التي استعجلت هذه الزيارة والهدف منها هي محاولة شراء ذمة البرتغال هم ما يروحوا للبرتغال يقولوا لها شوفي نعطيكم الفلوس وتراجعي ولا البرتغال ممكن أنها جي تقولهم والله راح درنا هذا الشيء وممكن نتراجع هذه دول هذه رأي دول أوروبية رأي لا تقبل على شيء إلا بعد دراسته من كل الجوانب الجزائر أمريكا جاء ترامب دار قرار الاعتراف بمغربية الصحراء قال لكم لا يتغريدة تروح معاه استنوا قال لك يجي بايدن ممكن يغير هذا الموقف ويلغيه ما الغاش ومستمرين فيه وقلنا لهم هذا راه موقف دولة عميقة وليست نزوة عابرة لرئيس بصدد مغادرة البيت العابير جاءت إسبانيا راحوا دخلوا معها في خصومات لا طائلة منها بدل أن يخلوا حبل ود قائم وفي المحاولات هكذا على الأقل لتقنين الموقف وفق ما لا يذر بالجزائر ولا بمصالح الجزائر ممكن جدا الأشياء التي ممكن أن تذر بالجزائر إسبانيا لا تلجأ إليها رغم أن هذا الملف ما في حاجة وحدة ممكن تذر الجزائر قضية الصحراء إلا إذا وقع هجوم على تيندوف هذا هو اللي يذر الجزائر أما قضية صراعات البوليزاريو هناك في الداخل الله يسهل عليهم ليناظر من أجل قضية يروح يدفع الثمن من أجلها أنا لن أدفع الثمن على حساب أمني واستقراري وثروات شعبي من أجل دولة أخرى ولا من أجل قضية أخرى من أجل أي شيء ما كانش الدول تعمل أشياء بهذه الطرق ولا تعمل أشياء مزية ولا شيء الدول تتصرف بمنطق المصالح والمصالح المضادة ليس إلا انتظروا أنه قال لك عمار بن لاني وهو ديبلوماسي غابي قال لك خلاص ما عاجت تصلح الأمور مع حكومة صونشاز يعني يستنوا يجي انتخابات يروح صونشاز خلاص لأنه صونشاز راهو دار الموقف هذا كما قال تبون راهو كان جالس ونايم راح للغرفة نومه وبعد ذلك حاب يشرب شيء من الثلاجة نتاعه أهل بيته نيمين اتصل بناصر بوريطة قال له نعم له هذه القضية على هذا هو حسب التفسير اللي انتع تبون وأنه الملك مع لبلوش الحكومة مع لبلهاش يعني واحد التسخيف للموقف بواحد الطريقة يزيد يحول الدبلوماسية الجزائرية إلى مضحكة في عيون الإسبان في رأيكم أنه ممكن الرهان على أنه إسبانيا تغير موقفها يعني جي حكومة جديدة آخلاص حكومة صونشاز راهي غالطة نلغوا كل شيء مع المغرب ونقولوا بأنه البوليزاريو حركة تحررية وأنه الشعب الصحراوي بتقرير مصيره خلونا من هذا العبد الأمر تطور أصلا إلى تجنيز الصحراويين اللي كانوا تحت سلطة الاحتلال الإسباني قبل السبعين قبل استقلال الصحراويين حقيقة هذا داروها يروحون من الجنسية ويزدوا يدوهم أنت جاي تقول لي أني نستنى عامل الزمن وعندها شوش كلا مع الشعب ومش نعارف من الحكايات هل الآن في البرتغال في رأيكم يروح تبون يدي معه رجال الأعمال وأنا قلت لكم كلها حكايات فارغة كلها مهرجانات صفقات كلها في صالح البرتغال أموال تروح للبرتغال السعر سعر الغاز أقل من سعر التكلفة يروح لمنها بالخسارة كل شيء وبعد ذلك هاي جيك مع المغرب ورغم أنه نظام الجزائري يدير كل شيء ماذا نكاية في المغرب من المفروض خليني يمشي مع المغرب على روح أنا ما يهمني في صفقاتي مع أي دول هو ما يخدم مصالحي هو ما يكون منفع إلى بلدي أما قضيتي يكون مع المغرب ولا ما يكونش لأنه عدونا ما هوش المغرب هذا جارنا وهؤلاء اصدقائنا وإخواننا ومعنا معندنا معهم النسوبية يا تبون كما قلتها من قبل على ليبيا كمان مشاكل فيه في ليبيا جيران النسوبية بلدنا وناسكت الحقيقة أنه ما يجري مضحك مضحك جدا يعني دولة تستعجل زيارة دولة لدى دولة أخرى من أجل أن تراجع موقفها عقدته مع دولة ثالثة أعتقد بأنه هذه قمة العبث زيارة تبون إلى برتوغال هي محاولة باستعمال مال الجزائريين كي لا تتطور علاقة البرتوغال مع المغرب والآن الجزائر صارت مهمتها تأخذ في الشكارة للدول حتى لو يتم تصنيف البوليزاريو كمنظمة إرهابية فيه دول ستعارض هذا الموقف وتكون ملاذ للجزائر حتى لا تبقى الجزائر لوحدها شفتوا الغرق اللي غرقتون في هذه القضية غرقتم الدولة الجزائرية في قضية لا تعنيها وهذه فعلها بومدين بومدين غرق الجزائر في عدة خطايا دخلهم الجيش وخلهم يرتقوا حتى تحول الجيش إلى بلاء وبلوة للجزائريين وأشعلوا حرب أهلية أدت إلى مقتل ربع مليون جزائري الأمر الثالث العلاقات مع المغرب وطرد المغاربة عشية عيد الأضحى وهي وصمت عار في تاريخ الجزائر وأيضا هذه القضية نزاع الصحراء التي لا فائدة مرجوة منها سوى الخسائر وسوى أن الجزائر تفقد قيمتها عن جيرانها وعند كل الدول وعند الغرب والعربي والشرقي والمشرقي وغيره حقيقة هذا أمر مؤسس إذن تبون حسب معلوماتي أن الجزائر هي التي طلبت استعجال الزيارة وأن هذه الزيارة تندرج في محاولات هكذا يتوهم النظام الجزائري إغراء نشبونة حتى لا تذهب بعيدا في علاقاتها مع المغرب ولصالح أطروحة المغرب في قضية الصحراء وهكذا هي ثروات الجزائر أصبحت في مزادات من أجل أن يتبختر إبراهيم غالي على متن طائر رئاسية وعلى سجاد أحمر في دول إفريقية حولت الجزائر إلى بقرة حلوب تبتزها صباحا ومساء تأخذ ثرواتها من دون مقابل لا لشيء إلا كي تقول أن قضية الصحراء قضية تصفية استعمار وقضية تقرير مصير وما إلى ذلك وأكأن هذه القضية عندما تصفى وعندما تنتهي لصالح الجزائر ستتحول الجزائر إلى دولة عظمى مؤثرة في القرار الدولي صدقوني لو أن هذا الأمر صحيح أن الجزائر عندما تنجح في هذه القضية ستتحول إلى قوة عظمى تأكدوا بأن هذا هو العامل الذي من الممكن أن يخلي كل العالم يقف أن لا تتحول الجزائر إلى قوة عظمى لا لشيء إلا لأنها دولة تحكمها عصبات بلتجية لو تهيمن وتسيطر ستنشر الخراب في المنطقة ستهدد أمن الضفة الأخرى وما لذلك من هذه الأمر إذن إخواني الكرام هكذا هو الأمر الجزائر هي التي استعجلت زيارة تبون رغم أن الزيارة لم يظهر عنها أي شيء سوى ما قاله وزير الخارجية كما ذكرنا ومن المفروض أن هذه الزيارة يعني كانت مجرد كلام وليست حتى أنه طلب رسميا أو وجه له الدعوة يعني تلقى وزراء خارجية زاروا الجزائر والتقوا مع تبون وقالوا له بأن الرئيس يريد دعوتك زيارة دولة خلال العام القادم لكن هذا قال كلام فيه ممكن أن تحدث وممكن أن لا تحدث الزيارة ولكن الجزائر في ظل هذا الأمر كأنها تريد أن الرد على المغرب أنتم درتم هذا الاتفاق نحن رح يروح تبون هناك يلتقي وديروا واتفاقيات اقتصادية وكذا 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 والنهاية ممكن تصل البرتغال تفتح مكتب آخر للتأشيرات هذا المكتب اللي فتحته إيطاليا ويتواصل العبث بثروات الجزائر وثروات الجزائريين واذكروا كلام جيدين ترجمة نانسي قنقر